انتقل إلى رحمة الله المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق وأمام هذا المصاب تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد النجيد تبون القائد الأعلى لقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتعازيه الخالصة إلى أسرة المجاهد وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون